لكل من يسمع لي أو لغيري ولكل من يقرأ لنا أو لغيره لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من الله كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعجل آية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله وردوان الله لا ينال بشيء أعظم من حد كلام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصبون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تويت عليهم آيات الله واجهوا القلب واقشعران الجلد وظروف العلم قال الله موسى وحارم وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها بصورة مريم فذكرهم بصفات متفرقة ثم جاجوا قالوا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية هذا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا صجدا وبفين والأشياء للتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ويحيى قلبه أن يقوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العليا ولا يوجد كلام أجمل وعظم تأذيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه أمور القواعد احببها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تغذب بين يدي اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذات العلي ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدري في عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلي ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شرأ لجعله ساكر ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضبناه إلينا قضبا يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة تراع وعند قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبه وهو جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل البياح نشرب بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعابا وأناسيا كبيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفوة ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلاه حادم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السلام المؤمن المخيم عزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون هو الله الخاص كبارب المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما بالزمارات وما بالأرض وهو العزيز الحكيم أين شعر الشعراء أن كلام البلغاء أين هو أسفل فصحة هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلا هذا هو أوطر قلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه هذا الذي يسوق إلى ردوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا إله هذا المغيب والشهادة مزيه كل أحد إليك ورزم كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك حسن على صفاتك العلم تصلي على محمد وعلى آهل محمد وأن ترزق من الإخلاص فيما نقول ونسمع وصل اللهم على محمد وعلى آهل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة